الجزئية بتاعت الموتور كنترولر. عايزين نشوف كده الموتور كنترولر ده موجود فين بالظبط. يعني لو شوفنا في الصورة هنا هنروح للاقي الباتاري كنترولر راكب مع الباتاري. اهو ادي الباتاري. طب وبعدين في عندي الفيكل انترفيس اللي هي الدخلة بتاعت او المواقمة بتاعت من الشحن بتاع السيارة. يعني هنا اعتبر ده لتشارجر. دخل. دخلت على الباتاري كنترولر اللي هو الباتاري بي ام اس او الباتاري مانجمينت سيستيم. وادي البطارية. البطارية هنا يا شباب دي سي. طيب. الموتور ده اللي احنا نشتغل عليه. معظم الموتور اللي احنا نشتغل عليها او هنشتغل عليها دلوقتي بتبقى اي سي. فيعتبر يعتبر الباور الالكترونيك سيركيت. الدايرة بقى اللي هتحول من باور صغير لباور كبير. او الموتور كنترولر نفسه. اللي اتنين دول بيبقوا مندمجين تحت بلوك واحد. او بيبقوا اتنين بلوك. غالبا معظم الشركات بتعملهم بلوك واحد. بيبقى جوة الكنترولر. فانا لو حطيت لك ده اي سي. ادي اي سي. مش عارف اكتب بالموز. تمام? وحطيت لك ده دي سي. ايهو بطارية دي سي. طيب. يبقى الكنترولر بالبلدي كده هيعمل ايه? هيحول التيار الدي سي الى تيار اي سي يتناسب مع مين? مع التطبيق اللي هو السيارة الكهربية بتاعتنا. حسب الموتور. يبقى انت لما تسليكت او تختار الكنترولر او اللي احنا في بعض الاوقات بنسمي انفيرتر. كأنه زي بتاع الطاقة الشمسية بالزبط. يعني في الطاقة الشمسية انت هنا بدل ما بطارية حط اللوح الشمسي. وبدل ما ده موتور حط الاحمال بتاعت البيت اللي بتشتغل بالاي سي. سواء كان تكييف انارة مش عارف مين اي حاجة بتشتغل بالاي سي. تمام? هي دي اللي انت هتركبها هنا. فانت يعتبر في جهاز هنا بيحول الدي سي فولتج. تمام? الى اي سي فولتج. ويحول الجهد الاخر فولتج اللي احنا نتعامل معه من البطارية هنا. اللي تطلع من البطارية. عشان يتناسب مع الجهد المطلوب لحركة الموتور الكهرابي. والموتور الكهرابي ده ممكن يبقى موتور واحد او اتنين او تلاتة او اربعة. واحرفنا القصة دي من المحاضرة اللي فات. يبقى المحاضرة النهاردة اساسها ان انا هشتغل على الموتور كنترولر او في ناس بتسميه موتور انفيرتر. السيارات الكهربية بنسميه موتور انفيرتر. ليه? لان في دايرة جوه هتحول يعني انا ممكن لو انا مثلا ده موتور. موتور زي المضخة. والموتور ده اصلا انا هركب عليه كنترولر. الكنترولر اصلا بيبقى اي سي. والكهرباء اللي طالع من الجدار عندك اي سي. فهتدخل الكهرباء ال اي سي على الكنترولر يتحكم في الموتور. ايه اللي هيزيد في السيارات الكهربية ان لازم يبقى جوه الكنترولر ده دايرة بتحول من ال دي سي الى اي سي. تاني حد عايز يسأل في الحتة دي بالزات. حد عايز يسأل حاجة عشان قبل ما اكمل. شباب. واضحة. الله شكرا. في فرق بين في فرق بين الانفيرتر. الانفيرتر البوكسين دول مع بعض كانهم انفيرتر. ليه? بيحول من دي سي الى اي سي يتناسب مع التطبيق اللي هو الموتور ده حجمه كام? يسحب كهربة كام? فلازم البوكس ده اللي جوهها الباور الكترونيك سيركيت والموتور كنترولر يبقى متوافق. هتشوف الانفوت الناحية دي اهو كأنك بتقسم الصورة كده زي ما كنا بنرسم البتاع ده الانفيرتر بتاعتها الشمسية. الناحية دي دي سي والناحية دي اي سي. فانت عشان تختار ده لازم تعرف ايه الموتور اللي هركب على العربية بتاعتك او السيارة بتاعتك تمام? مواصفات الموتور. عايز كام فولت هنا هيطلع كام دي سي وهنا هيطلع كام اي سي او مطلوب منه كام اي سي. فلازم يبقى الانفيرتر الاختيار بتاعه يتناسب من ناحية دي سي ومن ناحية الاي سي يبقى متوافق معك.